اهلا يا بنات انا شيكو من قناة شيكو للتجميل وكل ما يخص المرأة فيديو النهاردة طلبتوه مني كتير بس انا ما حبيتش اعمله غير لما اجيلكو بوصفة اجربها انا شخصيا تكون مضمونة 100% وتكون فعالة ونتجتها بتبان على طول ان شاء الله الوصفة دي اللي انتو طلبتوها هي عبارة عن ازالة الهالات السودة اللي بتكون تحت العين الوصفة بتاعتي 3 ايام بس متتاليات اهم حاجة 3 ايام و4 تستخدميها وان شاء الله انسي تماما سواد منطقة تحت العين نهائيا المكونات بتاعتي عبارة عن بطاطايا وخيارايا ومعلقة من عسل النحل الابيض عندي كمان كابسولات فيتامين اي المشهورة بمعالجة البشرة وكمان التفتيح عندي جل الصبار وفيه كمان ميت ورد المكونات يا بنات مش هتستخدم مرة واحدة مع بعض لا اهدي لها طريقة معينة استني لحد اخر الفيديو واتفرجي ازاي هنعمل المسك بتاعنا في 3 ايام لازالة الهالات السودة موسيا يا بنات انا في الفاصل اه بشرت معلقة من الخيار اهول لونه اخدر تحت وبشرت كمان معلقة من البطاطس البطاطس بشرتها بقشرها زي ما هي كده حلوة قوي لما تبشريها اه بالقشر بتاعها ممكن اخد بقى الطبق اللي انا هشتغل فيه ممكن احطه هنا كده نبدأ نعمل بقى مع بعض الفيديو اولا الطبق الصغير اللي عندي تحت ده فيه معلقة من العسل اه النحل عسل النحل الابيض اخد بقى معلقة البشر الخيار مع البطاطس وابدأ اصفيهم كده علشان اخد المية بتاعتهم تنزل مع العسل احب اشكر كل البنات اللي اشتركت معي مؤخرا في القناة شكرا لكم جدا وحب اشكر كل بنت تبعتني كمان في القناة شكرا وللسه ما اشتركتش لو عجبتك الوصفة دي وانتي بتتفرجي عليها اشتركي معي وفعلي جرس عشان يوصلك مني كل جديد ان شاء الله المكون اللي انا بعمله ده يا بنات تقدري تحفظيه في التلاجة لمدة 3 ايام عشان تستخدميه 3 ايام متتالية بتاعتك بالزبط تقدري كمان تهرسي باديكي كده او شايفه المية كلها بتنزل ودي الاستفادة بتاعتي في التفتيح والمعالجة طبعا احنا عارفين ان الهالات السودة مش كلها بتكون مرضية لا بالعكس دي ممكن تكون نتيجة لقلة النوم ممكن تكون ارهاق ممكن تكون تعب او كتر تفكير كتير فحاول ان انتي تبعدي عن الحاجات دي كلها عشان ان شاء الله الوصفة تجيب معيكي نتيجة زي ما انت شايفة كده بقى عندي خلاص المكون بتاعي اهو هبدأ بقى احطله معلقتين صغيرين من جل الصبار ممكن ااخد واحدة كمان جل الصبار بيستخدم طبعا مش بكمات كتيرة لا حاجة بسيطة وهبدأ اقلب المكون بتاعي المكون بتاعي بنات بعد اما قلبته ده بيكون الملمس بتاعه بالضبط هتعملي اه على الوجه بالضبط مش على الوجه تحت العين يعني على الهالات السودة تحت العين كده بشوية مش تحت العين على طول وتبدأي بقى تدهني وتعملي مساج للمنطقة دي بالمكون بتاعك لمدة خمس دقايق بعد كده تخسلي وشك عادي بالماء الفاتر المكون بتاعي كده لسه مخلصش بعد لما تخلصي في خطوة تانية نقصة لسه هنعملها مع بعض خطوتنا التانية بنات هي عبارة عن الكابسولات المشهورة جدا كابسولات فيتامين اي وفيتامين هي كابسولات دي مشهورة لمعالجة حبوب الشباب وكمان الهالات السودة واي بقع في البشرة فيتامين هي كابسولات مشهورة بكده وعندي كمان مية ورد ماء الورد اي نوع من مية الورد عادي مش مشكلة ما تقطريش لو سمحتوا في كابسولات فيتامين هي هو هي كابسولة واحدة بس وانا بستخدم الكابسولة الصغيرة ما بستخدمش الكبيرة واحدة بس لان كترها على الهالات اللي تحت العين مش كويس انما هي بتعمل كعلاج حلو قوي انا هفتحها يا تفتحيها ممكن تشكيها بدبوس او ممكن تفتحيها كده من فوق بمقص فتحي كده حتة صغيرة عشان ينزل الزيت اللي جوه الكابسولة كله تمام انا خدت كده الكابسولة بتاعتي زودي بقى في مية الورد زي ما انت عايزة مفيش اي مشكلة مفيش اي ضرر منها حلوة قوي انا هاخد ممكن فنجان واحد بس من الغطا بتاعها نشيل الزيادة اللي واقعت دي وهتبدأي بقى تقلبي كويس جدا انا عايزة الكابسولة تدوب تماما تماما مع مية الورد عشان كده بقولك مهما زودتي في مية الورد مفيش اي مشكلة هوا ممكن تكون الكاميرا مش مبايينيها بس الكابسولة لسه مدابتش حاولي ان انت تقلبي كتير وانت هتلاحظي الفرق ده ان شاء الله مية الورد حلوة قوي لتهدئة العين بعد الماسك بتاعنا اللي احنا عملناه مع انه طبيعي جدا ما فيهوش اي حاجة خالص خلاص خلصنا تقليب هتبدأي تعملي برضو مساج للمنطقة بتاعت تحت العين كده حلو قوي مش تحت العين بس حاولي ان انت تعملي دايرة على محيط العين كله ان شاء الله تلات ايام هتختفي الهالات تماما وهتدعي لي عايزاكوا لما تجربوا الوصفة تكتبوا لي في الكومنتات لو احتاجتوا اي وصفة تانية قلوها لي وانا هعملها لكو على طول شكرا ليكو جدا يا بنات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ا告و بشكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة